ما يقارب ستة آلاف شكاية تلقتها شبابيك حماية المستهلك في العام الماضي ستون في المائة منها وجدت طريقا إلى الحل عبر الوساطة أو من خلال تدخل السلطات المعنية خاصة وزارة التجارة والصناعة والاستثمار الأخضر والرقمي ووزارة الداخلية والمكتب الوطني لحماية المنتجات الغذائية هي شكاية تعكس شغالات المستهلك المغربي الذي يخلد اليوم العالمي لحقوق المستهلك المشكلة المستهلك المغربي هو معارف القوانين دياله ومعارف الجامعة ومعارف بزاف المسائل في القانون ديال 3108 هذا هو المشكل ديال المستهلك المغربي سينو خاصة توعية دائما كتكون أحد نوعية ديال الشد والرد ما بين المستهلك وما بين البائع طوك الحقوق ديالنك مستهلكين ما كنعرفوهمش مية في المية سنة 2020 تم تسجيل 577 شكاية عند الجامعة المغربية الحقوق المستهلك اللي الحمد لله تم الحل ديال 62% منها والحل كان عن طريق الوساطة وكذلك عن طلب تدخول وزارة تجارة وصناعة تدخول وزارة الداخلية وكذلك تدخول للمكتب الوطني لاستلم المتوجات الغدائية وغتنم هذه الفرصة لتقدم لهم بالشكر الجزير وخاصة في الفترة ديال الجائحة لكان فعلا كان هناك رد سريع وإيجابي لحل مشاكي المستهلك وهذا نسجله بافتخار واتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات تتمثل في سن قوانين واتباع تدابير عملية لمحاربة السلوكية المسيئة للمستهلك إضافة إلى تمكين هذا الأخير ومعه جمعيات المجتمع المدني من الترافع على القضايا التي تهم ضمان حقوقها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي تولي أهمية خاصة لحماية المستهلك وتعمل على تعزيز الإطار الاستهلاكي بالمغرب عبره توفير إطار قانوني ملائم والذي يعرف ملائمة وتطوير مستديمين لحقوق المستهلك عبر عمليات المراقبة لمقتضايات حماية المستهلك فيما يخص الممارسة التجارية وكذلك فيما يخص سلامة المنتوجات المتوفرة عبر السوق الوطني وتشكل جامعة المغربية لحقوق المستهلك تشتت القطاعات الوزرية المعنية بحماية المستهلك ما يعيق مراقبة الأسواق بشكل يومي على أمل تنزيل مدونة المستهلك واعتماد مؤسسة مستقلة للانكباب على ملفات حماية المستهلك ترجمة نانسي قنقر